لا مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة بهذا الفكر خطت دولة الامارات نحو تحدي المستحيل واستطاعت ان تبني مكانا مرموقا لها في القطاعات كافة ومن بينها قطاع السياحة الذي حقق منجزات ملحوظة وملموسة واصبحت جميع يشعر يدرك بهذا الانجاز الذي عكس امكانيات الدولة وما يمكنها ان تقدمه للزائر في هذا المجال على ارض الواقع ومع تطور الامارات زادت الخطط الاستراتيجية لانشاء شبكة مواصلات برية وجوية وبحرية متميزة فقد تمكنت مطارات الامارات من جذب الكثير من السياح ونشطت حركة الطيران بشكل ملفت وربطت مختلف مدنها بشبكة من الطرق البرية الحديثة وحرصت على اضاءة الطرق الرئيسية بين مدن الامارات الرئيسية كما تمكنت موانئها من تنشيط التجارة على جميع المستويات بالاضافة الى الطرق المزدوجة الحديثة التي تربط مدن الدولة ببعضها من خلال شارع الشيخ زايد بدبي وشارع الشيخ مقتوم بابوظبي وشارع الامارات واليوم اثبت قطاع السياحة بالدولة بانه القطاع الذي يمكن تطويره والنهوض به من خلال الاليات تنمية طويلة الاجل والاستثمار في مجال البنية الاساسية مثل المطارات الحديثة والفنادق المتطورة الراقية وغيرها من التسليلات العصرية الاخرى الهادفة الى طمأنة زوار الامارات بالاضافة الى التمتع بسحر الجمال الطبيعي الذي يمتاز به هذا الجزء من العالم العربي والى التاريخ الغني والثقافة والبيئة وقد ساهمت انجازات الدولة في انشاء معالم سياحية ثابتة كمراكز التسوق المنتشرة في كافة ارجاء الامارات وبرج خليفة بامارة دبي والذي يعد الاطول في العالم وعالم فراري بابوظبي وغيرها من المعالم السياحية التي حازت على اعجاب سياحها اينما كانوا لتحقق الدولة من خلال هذه الانجازات ما يقارب 156 مليار درهم والذي يعد متوسط نمو ساهم في ربط القطاع السياحي والناتج المحلي الاجمالي للدولة محققة بذلك المرتبة الرابعة عالميا في تنافسه